تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتلي لأحد التشكيلات الجيش الثاني الميداني التي تم تنفيذها وفقا لأحدث النظم والأسليب ووسائل التدريب غير النمطية استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي تناول الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة التدريب القتلي بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التدريبي للقوات في مختلف التخصصات ورفع كفاءة الحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل أشهد الفريق أسامة عسكر بما شاهده من مستوى تدريب متطور وكفاءة قتلية عالية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالحالة التدريبية لمقاتليها من خلال الاعتماد على أحدث برامج التدريب القتلي بما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف اشتركوا في القناة